نداء أممي عاجل لاتخاذ إجراءات لحماية الأطفال الأكثر ضعفاً 15 بلداً متضرراً بشدة من أزمة غذاء وتغذية غير مسبوقة أبرز تلك الدول هي أفغانستان وتشاد وإثيوبيا وكينيا ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال وجنوب السودان والسودان واليمن استمرار الصراع والتغيرات المناخية وتداعيات جائحة كورونا مع ارتفاع تكاليف المعيشة تجعل أعداداً متزايدة من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد فأكثر من 30 مليون طفل في الدول الخمس عشر يعانون من سوء التغذية الحاد بينما يعاني ثمانية ملايين من هؤلاء الأطفال من الهزال الشديد وهو أكثر أشكال نقص التغذية فتكاً هذا عدا عن صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية والتغذية وغيرها من الخدمات المنقذة للحياة من المرجح أن يتدهور هذا الوضع أكثر في عام 2023 يجب أن نضمن توفر النظم الغذائية الصحية والقدرة على تحمل تكاليفها وإمكانية وصولها إلى الأطفال الصغار والفتيات والنساء الحوامل والمرضعات أدت الأزمات المتتالية إلى التسبب بالهزال لملايين الأطفال وجعلت من الصعب عليهم الوصول إلى الخدمات الأساسية الهزال مؤلم للأطفال وفي الحالات الشديدة قد يؤدي إلى الوفاة أو الإدرار الدائم بنمو الأطفال وتطورهم هذا وتواصل الوكالات الحث على زيادة الاستثمار لدعم جهودها لتلبية الاحتياجات غير المسبوقة لهذه الأزمة المتنامية وتجنب الخسائر المأسوية في أرواح الأطفال قبل فوات الأوان رشخيات العربية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر